تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاء دعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل وأعرب جلالته رعاه الله عن شكره وتقديره لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة متمنيا جلالته للقمة الخليجية القادمة النجاح والتوفيق في استكمال البناء على ما حققه مجلس التعاون من إنجازات مباركة في مختلف المجالات وبما يدعم الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين دول المجلس ترجمة نانسي قنقر